مع الآن في السوديو زميري عصام عكلموي مراسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن عصام منذ الصباح نتابع هذه القضية أخر المستجدات السودانية ما هي الأوراق التي يمكن للقوى الغربية ربما أن تلعبها الآن أو اللجوء إليها للتهديئة يعني قد يتم الحديث عن عقوبات مثلا في المستقبل ضد بعض الأشخاص لكن من السابق لأوانه الحديث في هذه المرحلة عن مثل هذه الخطوات التي ذكرت لكن البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع وزيري الخارجي الأمريكي والبريطاني يشير إلى ضرورة وقف العنف فورا والعودة إلى طورة المفاوضات من أجل تسليم البلاد لإدارة مدنية هناك تجديد على مسألة الإدارة المدنية أيضا اليوم صدر بيان من وزارة الخارجية البريطانية يدين أعمال العنف وأعمال السلب والنهب التي تتمت في السودان خلال الساعات الماضية خاصة التي تطال المباني المدنية والمنشآت الحيوية المهمة إذن هناك قلق دولي حول ما يجري في السودان وخروج الأمور عن السيطرة لكن في الوقت نفسه الخيارات محدودة في الوقت الحاضر هناك مناشدات ونداءات من أدة حكومات في الغرب والعالم العربي كما تحدث الزمراء قبل قليل لكن ربما من البيانات التي تصدر من السودان كل فريق يعتقد أن يديه اليد العليا وهو مستمر في المواجهة العسكرية ربما تتغير الأمور خلال يوم أو يومين لكن كما قلنا من السابق لأواني في هذه المرحلة الحديث عن خروج من هذا المأزق شكرا جزيلا لك زميلي عصام أكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن شكرا لك عصام شكرا لك